طيب السؤال اللي بعد كده من حساب السيد المحمدي بيقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا سمحت حكم اخذ مال من البنك لتسديد ديون وفاك ازمات مالية اذا كانت المسألة وصلت للازمات المالية اللي ممكن صاحبها ممكن يتحبس او ممكن صاحبها يتسجن او ممكن صاحبها يحصل له نوع من انواع فقده للعمل او شيء من هذا القبيل فاحنا عندنا ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة الحاجة تنزل منزلة الضرورة في ايه في انها تبيح المحذور مع مراعاة ان المال دوت لو انت كنت اتاخده عشان تسدد بيه ده تمن سلعة او تسدد بيه تمن خدمة او انك انت تعمل بيه عملية او تعمل بيه اشياء زي دي كل دي من المعاني اللي بتخلي الدين ده ساعتها هيبقى جائز عشان تدفع عن نفسك هذه الضرورة حذاك بتقول ازمات الكلمة ازمة حاجة ثقيلة فاذا كان تسديد الديون وكاتب على نفسه نوع من انواع الشيكات كاتب على نفسه اوصولات امانة هيوصل بيه الى الحبس فله ان يسدد هذا وان شاء الله ما يكونش دوت من قبيل القرد الذي جرى نفسه اشتركوا في القناة